السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو عايز تبدأ على الانترنت وبتعوقك مشكلة راس المال مش عارف تشتري دومين مش جادر ان انت تشتري استضافة يبقى فيديو النهاردة هو المناسب ليك لان يهديك طريقة حصرية محدش نزلها قبل كده في المحتوى العربي على الاقل الناس اللي بتشوفني دلوقتي ما تعرفهاش اصلا للحصول على دومين مدفوع استضافة مدفوعة منتجات بقيمة اكتر من 1000 دولار هتفيدك في مجالك على الانترنت بشكل مجاني وقانوني مليون في المية فيديو النهاردة ما هواش اعلان ما هواش كليك بيت كل حاجة هتشوفها بالاسبات في الصياق الفيديو عشان كده بتمنى من كل قلبي انك تعمل لايك للفيديو ده بعد اذنكم طبعا وصلوا الفيديو ل500 لايك اشترك في القناة طبعا بعد اذنك وفعل زر الجرس عشان وصلوا كل جديد من محتويات القناة تابعوني بعد الفاصل القصير هرجع لكم مرة تانية اهلا بكم مرة تانية شباب ومن غير مطول عليكم اكتر من كده انا مش عايز اطول من وقت الفيديو ولكن عايز اديك معلومة يمكن تكون غايبة عنك كتير جدا جدا ما تعرفهاش مع انها اصلا معروفة للناس كتير لفئة كبيرة وانا شرحتها بلكده عندي في القناة تقريبا من 2017 يعني الموضوع جديم شوية ولكن في حاجات تانية استجدد جوا الموضوع ده ازاي تحصل على استضافة دومين بانواعه طبعا سواء كان دومين دوت كوم دوت مي دوت تيكت دومينات دي كلها هتقدر تاخدها عادي من الطريقة دي بشكل مجاني مش هتدفع ولا سنت واحد بالاضافة الى اشتراكات في مواقع تانية واشتراكات في خدمات تانية الخدمات دي والمواقع دي بفلوس وفلوس كتيرة جدا جدا كمان بشكل مجاني ابتداء من حاجة واحدة بس هتتطلب منك والحاجة دي سهلة اي حد ممكن يجيبها عشان برضو ما تقولش عليك انا خش على طول على فيديو النهاردة جيت هوب ايديكيشن جيت هوب ايديكيشن ستودين ديفالوبر باك الباك دي او الخدمة دي او التجمعية دي انا حصلت عليها في 2017 وال2018 وجاء دلوقت ان انا اشرحها لك عشان تحصل عليها بالحاجات الجديدة اللي جات جواه تمام هتقولي ازاي هقولك ركز معايا هتقدر ان انت تاخد او تأكسز على خدمة او دابلو اس ايديكيشن فري ترينيج اند كولابوريشن ريسورسز لمدة سنة تقريبا على ما اعتقد يعني انت بتاخد بونس مية وعشرة دولار هتاخد دومين دوت كوم من موقع نيم دوت كوم وده موقع مشهور جدا جدا معاه شهادة الاس اس ال سواء كان الدومين ده دوت كوم او دوت نت او اي امتداد لدومين هتحصل عليه بشكل مجاني مليون في المية هتاخد كريدت بقيمة خمسين دولار في موقع ديجيتال اوشن وده موقع بتعمل منه في البداية في بي اس ممكن تعمل منه في بي اس عادي ممكن تشتغل عليك استضافة برضو عادي جدا الموقع مشهور على مستوى العالم ابحث كده عن ديجيتال اوشن على يوتيوب وانت هتلاقي كتير جدا جدا تمام بحصولك على دي هتقدر ان انت تأكسس على كل الكلام اللي انا هعرضه لك دولاك اركز معايا هتبدأ ان انت تخش على هتاخد اشتراك بقيمة مية دولار بشكل مجاني على مايكروسوفت ازور طبعا لو انت حد مبتدئ ما تعرفش ايه هو مايكروسوفت ازور ده خاص بالناس المطورة الناس المبرمجين والكلام ده فانت مش هتحتاجه كتيره لكن ممكن تبيعه خلاص ممكن تبيعه مفيش في اي مشكلة هعلمك برضو ازاي تربح منهم بعد كده مش دلوقتي هتحصل على دومين دوت ميم عاش هادة الاس اس اس ال بشكل مجاني لمدة سنة من موقع نيمشيب المشهور وبالمناسبة ده ازبات كده عشان الناس تعرف ان انا ما بتكلمشه خلاص الدومين ده كنت حاجزه باستخدام الباقة دي وهعمل لكم كده تاني وهوريكو الاميل زي ما تشافين طبعا الدومين ده انتهى لانه من سنتين تقريبا اشتغلت على الباقة دي اللي هي طبعا لي طبعا زي ما تشافين انا باحث على كلمة جيت هوب عندي ايميالات كتيرة من الشركة دي على الايميال الرئيسي بتاعي تمام بعد كده ده برنامج خاص به او معالج بمعنى صاحب بيتكتب عليه الاكواد الخاصة بالبايسون او حاجات خاصة بالبايسون يعني والكلام ده تمام للناس المبرمجين برضو ومش لكل الناس ممكن تاخدوا وتبيعوا مفيش فاي ومشكلة موقع كانفا موقع كانفا ده من اشهر المواقع اذا تقدر من خلالها ان انت تصمم اي تصميم سوشيال ميديا سواء كان فيسبوك تويتر يوتيوب او غيره او تصمم بروشارات او تصمم اغلفة كتب بشكل مجاني في بقى عضوية مدفوعة بتديك حاجات اعلى من اللي عندك في المجاني انت بقى هتحصل عليها لمدة اتناشر شهر بشكل مجاني باستخدام الديفولوبر باك دي تمام بوتستراب استوديو حاجة خاصة بالمبرمجين الخاصين بالبوتستراب تمام الناس اللي فهمة في الكلام ده هتعرف انا بتكلم في ايه والناس اللي محتاجالها هتحتاجالها بشكل كبير هنا نفس النظام نفس النظام نفس النظام نفس النظام طبع للناس المبرمجين للناس اللي عايزة يعني مثلا ريان او احمد او خالد دمانات مدفوعة بالمناسبة مش مجانية هتحصل على لمدة سنة بشكل مجاني باستخدام موقع وباستخدام الكوبون اللي انت هتاخده من الموقع ده تمام هنا كمان ده تقريبا كده موقع خاص بالتعليم الالكتروني ولكن بشكل مدفوع هتاخد طبعا اشتراك لمدة 30 يوم بشكل مجاني تمام دي حاجات كلها خاصة بالناس المبرمجين نفس النظام نكس وبرومودان والحاجات دي كلها خاصة بالمبرمجين ان هسيبك ان انت تتطلع عليها طبعا انا مش هوريك كل الكلام ده هسيبك كده تخش بنفسك وتشوف الحاجات دي كلها اللي هتدهاي لك بشكل مجاني بالاضافة الى عندك موقع موقع ده زي زي بي بال كده بالزبط باشتراكك عن طريق الكوبون او الموقع الخاص بي اه هتحصل على خصم من الخصومات اللي هتبقى على اول الف دولار معاملات عندك في الحساب يعني المعروف ان لو عملت معاملة على الحساب بتاعك سواء كان رسالة او استقبال بيتخسم منك حاجة اسمها الفيز اللي بتتخسم دي زي البي بال او غيره نفس النظام موقع استراك ده بيخسم فيز ولكن لو سجلت باستخدام الديفالبر ستوديم باك بتاعتك خلاص باستخدام الموقع ده انت هتحصل على الفيز دي بشكل مجاني يعني مش هتدفع فيز خالص نهائي على اول الف دولار هتستخدمها جوه الموقع ده سواء كان استقبال او تحويل خلاص في بقى كل حاجة موجودة كل حاجة خاصة بالناس المبرمجين خاصة بالناس التشغالة ممكن تاخدها وتبيعها وباذن الله اعلمك برضو ازاي تباعها بعد كده في حاجات خاصة للناس المسوقين بتديك ايميلات خلاص بتقدر تبعت ايميلات تمام باستقبامها في مواقع كبيرة جدا جدا خاصة بالموضوع ده برضو باذن الله في الايام اللي جاية هبدأ ان انا اشرح لكم خطوة بخطوة عشان الناس اللي مش فهم تفهم تمام ازاي محمد بقى احصل على الكلام ده بدام هو بشكل مجاني ايه المطلوب مني لان عارف انه ما فيش حاجة بشكل مجاني مليون في المية ركز معايا مش مطلوب منك اكتر من صورة وش وظهر لكرني جامعة كرني جامعة ده ممكن يكون كرني اخوك كرني اختك كرني اخوكي كرني صاحبتك كرني صاحبك كرني زميلك في الشارع كرني مثلا جيرانك كرني حد انت تعرفه او حد انت تعرفي ايا كان بقى المعنى بنسبة كبيرة جدا جدا تقريبا مية في المية كلنا لينا اصحاب ولينا اخوات ولينا جرائب موجودين في الجامعة ونقدر ان احنا ناخد منهم الكرني ده ونصوره وشه وظهره ونجدم به تمام بس الكرني اخوكي بس الكرني اخوكي كل اللي محتاج منك اللي هو الكرني بس ممكن تعمل اكتر من اكاونت بيستخدام اكتر من كرني وركز معايا لازم من كرني ما ينفعش ايميل جامعي لان طبعا الايميل الجامعي انا مش مكبول لانهم عارفين ان الايميل الجامعي اي حد ممكن يطلعه ولكن الكرني ده مش اي حد ممكن يطلعه هتيجي كده تخش على اللينك اللي موجود تحت فيه الديسكريبشن هتدوس كده على تمام هيدخي لك على صفحة التسجيل اللي يثبت لكم ان انا حصلت عليها قبل كده الحتة دي ابروفت يور جولاي سيفنتي تو او 27 اه 2017 يعني 27 جولاي 2017 اه الريكوست بتاعي باستخدام الحساب ده ووز ابروفت يعني انا اتجبلت يعني انا جدمت واتجبلت خلاص حاولت اجدم تاني بنفس الاكاونت ولكن اترفضت لان هو حاصل قبل كده اصلا يعني خلاص ديسكاونت ريكوست سبميتد اون اوجوست توينيناين دو ساوزن سبنتين خلاص يعني انا حصلت عليها قبل كده يعني انا مش هينفع جدم بها تاني فركز معايا ابو سئيدة خلاص عشان ما تقوليش ما انت مرفوضها ومش عارف ايه والكلام ده انا تجبلت في واحدة وترفضت في التانية لانه كنت مجدم قبل كده كل اللي محتاج منك ان انت بتختار من هنا ستيودينت ما تختارش فاكلتي اختار ستيودينت ما تختارش فاكلتي لازم انسانك يكون من 13 لفوق معرفش بقى فيه بالبلدان معينة بتسمح ان طلاب يكون عندهم 13 سنة ان هم يندمجوا او يخشوا الجامعة دي ولا لا معرفش بس هو بيقولك من 13 يعني اكبر خلاص طبعا ده لو عندك ايميل جامعي يفضل جدا 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 انا هعرفكم الفيديو اللي جاي بازن الله ازاي بتحصلوا على كمية هائلة من الايميلات الجامعية بشكل مجاني خلاص بتعلم كده على الايميل او لو عندك ايميل جامعي بتدوس كده طبعا عايدة تجدم بالدومين اللي هو المجاني ده لو بتاع بلوج اه بتاع جوجل انا ااسف او ياهو او غيره انا قدمت بيقى قبل كده وتقبلت ما مش همي مشكلة هزهر لك الخانة دي هنا كده بقى هتدوس على العلامة دي وهترفع السوشيال اي دي كارد اللي هو الكرنيه بتاعك ووش وظهر تكون حطه كده في صورة واحدة تعملها على الفوتوشوب مش في اي مشكلة تكون حطه في صورة واحدة وتعملها على الفوتوشوب ووش وظهر او تحط روش بس اهم حاجة تكون ظهرة فيها اولا اسمك وصورتك واسم الكلية واسم الجامعة اللي انت فيها ليه علشان الخطوة التالية what is the name of your school تحط كده اسم الجامعة بتاعتك هنا تحت what او how do you plan to use github قلهم بقى ان انت عايز تستخدم اه الباكس او الباك نفسها اه في مشاريع خاصة بي الجامعة بتاعتك هيصدقوك ويفتحوا ليك الاكاونت بدون اي مشكلة ما دام انت اصلا رافع اه يعني يكون شغال ما يكونش عد عليه عمر تقريبا كده عادي يعني ما يكونش اهم حاجة ان هو من سنين عديدة الورا يكون مسلا من الفين وطمانتاشر سبعتاشر تسعتاشر شغال ما فيش فاي مش كده جدم وان شاء الله تتجيبه في خلال اربعة وعشرين ساعة وده الاسبات بالمناسبة الحساب بتاعي يعني خلص المدة بتاعته انتهت خلاص لانه مدته سنة واحدة بس مدته سنة وبعد كده بيقول لك 27 جولاي الفين وطمانتاشر وهنا كان الجبول 27 جولاي 2017 عشان الناس برضو تصدق اكتر ويكون فيه مستجاية اكتر من كده البتال اللي جاء بازنا لها علمكم ازا تستخدموا الحاجات دي لصالحكم الشخصي سواء كنت هتكسبوا اه تشتغلوا عليها او تبعوها او اي حاجة تاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تنسوش اللايك والشير والكومنت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة